باسمه تعالى الجلسة الاعتيادية رقم 34 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 22 آب عام 2023 تعزيزاً لدور العراق في مجال الشفافية ومن أجل استيفاء المعايير الدولية ومكافحة غسيل الأموال وافق مجلس الوزراء على إصدار تعديل مشروع نظام تجميد أموال الإرهابيين المقدم من البنك المركز العراقي استناداً إلى أحكام الدستور وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 شريطة مراجعة مشروع النظام المذكور آنفاً بحسب الإجراءات المتبعة أصولياً قبل إصداره قرر مجلس الوزراء ما يليه واحد إلزام الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة باستكمال إدخال بيانات موظفيها ضمن برنامج تسجيل الموظفين وجباية التوقيفات التقاعدية الخاص بصندوق تقاعد موظف الدولة مع تحديث المتغيرات التي تطرأ على الموظفين بشكل دوري ومستمر ثنياً قيام صندوق تقاعد موظف الدولة بإشعار مجلس الوزراء بالتشكيلات الممتنعة والمتلكئة عن تسجيل وتحديث بيانات موظفيها ثالثاً قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة أسماء التشكيلات المشار إليها في الفقر ثنياً آنفاً واعتماد مدى الاستجابة لتسجيل بيانات الموظفين ضمن مؤشرات تقييم الأداء للوزارات والمديرين العامين قرار تنفيذاً لأحكام المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة للسنوات المالية الثلاث والفقر تسعة من تعليمات رقم واحد لسنة 2023 تقرر تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة رقم 13 للسنوات المالية والمتضمنة واحد قيام دائرة المحاسبة بتدقيق وتأييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها وبالتنسيق مع الإدارات المعنية اثنياً تبويب المبالغ المعادة من هذه السلف حسب أوجه الصرف وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 ويتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة للسنوات مدار البحث ثلاثة قيام الدوائر المعنية بتدقيق موازين المراجعة معززة بأدلة إثبات إلى دائرة المحاسبة أربعة قيام دائرة المحاسبة في وزارة المالية بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة وموضح فيها مبالغ السلف والجهات المصروف لها خمسة قيام دائرة الموازنة في وزارة المالية برفع التوصية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بإطفاء وإضافة التخصيصات المالية لها دون أن يترتب عليها صرف فعلي ولأغراض التسوية القيدية قرار وفي قطاع الطاقة الكهربائية أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 23066 لسنة 2023 كما يلي استثناء المواد الكيميائية المبينة تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء المؤرخ في 17 تموز لسنة 2023 والتي ستجهز من شركة C.M.E.C. الصينية المتعاقدة مع وزارة الكهرباء في تنفيذ مشروع محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية التي تحتاجها الشركة المذكورة آنفا في عملية الغسل للوحدات من إصدار إجازة الاستيراد على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقا خلال ستين يوم عمل حدا أقصى وتتحمل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية المسؤولية في حال عدم التزامها بذلك وتولي الحيئة العامة للقمارك ومديرية قمرق المنطقة الجنوبية والمنافذ الحدودية التابعة لها وجهاز المخابرات الوطن العراقي الإسراع في إخراج المواد الكيميائية المذكورة آنفا حال وصولها وافق مجلس الوزراء على ما يأتي واحد تحويل مبالغ دعم الأسمد المخصصة لوزارة الزراعة إلى دعم مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة ثنيا استثناء الأسمد المركبة داب ماب ان بي كي والأسمد الورقية والسائلة والعضوية من تعليمات استيراد المواد الخطرة ثلاثة اعتماد التراسل الألكتروني للتواصل بين الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات دخول الأسمد ونقلها بين المحافظات وخزنها أربعة التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم ثلاثة وعشرين ألف ومية ودعش لسنة ألفين وثلاثة وعشرين واعتماد المنافذ الحدودية المذكورة فيه والآليات المعتمدة مع مراعاة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ثلاثة لسنة ألفين وتسعة عشر خمسة السماح للشركة العامة للأسمدة الجنوبية ببيع منتجاتها من الأسمدة إلى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والوكلاء والقطاع الخاص استثناءً من التعليمات السابقة ستة تأليف خلية عمل برئاسة جهاز المخابرات الوطني وعضوية وزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة وممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والقطاع الخاص تتولى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتعليمات الخاصة باستيراد وتداول الأسمدة المحلية وأسعارها سبعة اعتماد شهادة المطابقة ومرافقاتها الصادرة من الشركة الفاحصة الأجنبية الرصينة المعتمدة للفحص الكيمياوي والبيولوجي والإشعاعي المسبق للإرساليات المصدرة إلى العراق بما يتوافق مع المواصفات القياسية العراقية المعتمدة من قبل مجلس الاختبار والتقييس وإصدار الشهادات تي آي سي كوثائق فحص لدى الجهات ذات العلاقة لتسهيل عمل الفسح القمرقي ثمانية تتولى الجهات ذات العلاقة كافة تهيئة وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدخول ونقل وخزن وبيع الأسمدة محليا لإنجاح الموسم الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي تسعة قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بتحديد سعر شراء محصول الحنطة للموسم المقبل استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم سبعين لسنة ألفين وعشرين وفقا لمعادلة سعرية تعتمد الأسعار العالمية مع هامش دعم مناسب على أن يشمل ذلك من حميزة سعرية أضافية مشجعة عند شراء المحصول المروي بتقنيات الري الحديثة وتقليل هامش الدعم للمحصول المروي بتقنيات الري التقليدية عشرة الاستمرار بدعم البذور والمبيدات كما في الموسم الشتوي السابق ألفين واثنين وعشرين إلى ألفين وثلاثة وعشرين وعدم اشتراط استخدام تقنيات الري الحديثة للشمول بالدعم المذكور آنفا وبالخطة الزراعية للموسم المقبل ألفين وثلاثة وعشرين إلى ألفين واربعة وعشرين الموافقة على ما يأتي واحد قيام محافظة البصرة بالحصول على مصادقة الدوائر المعنية كافة على المسار المقترح من قبلها ويتم تثبيته في التصميم الأساسي للمحافظة وبما لا يتعارض مع أي نشاط أو مشاريع مستقبلية اثنيا استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص الأراضي العائدة للدولة التي يمر بها المسار لأغراض مشروع خط سكة حديد بصرة شلامشة اثلاثة قيام محافظة البصرة بإزالة كل التجاوزات على مسار السكة الجديد المقترح من محافظة البصرة أربعة قيام وزارة البيئة دائرة شؤون الألغام بتحديد المناطق الملوثة بالألغام على المسار الجديد المقترح من محافظة البصرة خمسة تتولى وزارة النقل تحديد مبالغ الاستملاك لإدراجها ضمن المشروع لدى وزارة التخطيط قرار الموافقة على ما يأتي أولاً منح إجازة لاحقة للتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة إسبانيا استناداً إلى أحكام قانون عقد المعاهدات رقم خمسة وثلاثين لسنة ألفين وخمسة عشر ثانياً واحد تخويل السيد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة إسبانيا استناداً إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ثنياً قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد مدير عام سلطة الطيران المدني وكاله وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء قرار إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إعادة فتح سفارة جمهورية كازاخستان في العراق استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 وافق مجلس الوزراء على استثناء الطلبة الخارجيين من سنوات الانتظار لأداء الامتحان الخارجي مع المدد المنصوص عليها في الفقرتين ألف وباء من البند أولاً من أحكام المادة التاسعة من نظام الامتحانات رقم 18 لسنة 1987 المعدل لمن أكمله الثامنة والعشرين سنة من عمره على التقديم للامتحانات الخارجية على أن لا يترتب في الحصول على الشهادة وفق هذه المادة تغيير في العنوان الوظيفي لمن كان موظفاً منهم مدنياً أو عسكرياً وافق مجلس الوزراء على ما يأتي تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية بصيغته المعدلة من مجلس الدولة استناداً إلى أحكام الدستور وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء قرار تخويل وزارة الصحة صلاحية التفاوض والتوقيع على الاتفاقية الفنية المنفصلة مع بنك التنمية الألماني ليتسنى للوزارة المباشرة بالتنفيذ علماً إن نص الاتفاقية تمت مراجعته مع وزارة الصحة وبنك التنمية الألماني قرار وافق مجلس الوزراء على تغيير جهة ارتباط دار الحنان لشديدي العوق وبقية الدور الإيوائية من المحافظات وإعادة ربطها بدائرة رعاية ذو الإحتياجات الخاصة التي تعد إحدى تشكيلات هيئة رعاية ذو الإعاقة والإحتياجات الخاصة شكراً ترجمة نانسي قنقر